بما أن نحن لسه خارجين من أجهزة عييد الأضحى الأضحى طبعاً من العياد المرتبطة لازم بيقى فيه لحمة وفي تخزين لحمة واللحمة هي من الأغذية سريعة الفساد بسبب ارتفاع محتواها من الرطوبة والبروتين والدهون ده بيخليها بيئة مناسبة لنمو وتكاثر العديد من المايكروبات المسببة للفساد والتسمم الغذائي في ناس كتيراً من اللي ضحوا بالمناسبة جمعنا في عيد الأضحى ما يعرفوش بالزبط إيه سليب التخزين وفي ناس بروح وحط اللحمة على طول قطة وحط في كياس ورمي في الفريزر إزاي بقى يتم حفظ اللحوم بالتبريد أو التجميد للمحافظة على جودتها وقيمتها الغذائية ده اللي هنعرفوه دلوقتي من الدكتور محمود فرحات رئيس البحوث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بوزارة الزراعية دكتور صباح الخير عليك كل سنة وانت طيب صباح الخير وكل سنة وانت طيبين والشعب المصر كله بخير وسعيدة بيأهلا بيك يا فنديم فيه ناس بيقولوا أول ما نتبح على طول نروح مع الطعين وحطين في كياس وحطها في الفريزر وفيه ناس تقولك لا سيبها تتشمع شوي أو تتهوى شوي ساعة ساعتين وبعدين حطها في كياس وحطها في الفريزر تمام هو المفروض ان احنا بعد ما نتبح بيبقى في مرحلة بعد الدبح بتبقى عملية مرحلة التشميع أو التهوية بنقطع اللحمة ونسيبها في مكان جيد التهوية عشان نتعمله عملية تشميع والمرحلة دي ما تزيدش عن ساعتين بعد الساعتين بنقطع اللحمة الجزء اللي احنا هنوزعه بتم تغليفه في أكاس بولي إسلين خاصة باللحوم دي متغفرة في السوبر ماركت كاس تلاجة بتاعتها بس فيه أنواع من بولي إسلين من الصالحة للأغزية وفيه أنواع صالحة للأغزية بيبقى بطلبها من السوبر ماركت تقول له دي خاصة ب معروفة يعني اه معروفة طبعا ولها أرقام يعني موضوع تاني كده ممكن نتكلم فيه بطلبها من السوبر ماركت بيبقى خاصة بتغزين أو تغليف الأغزية الكميات اللي انا هوزعها بتم لو هي في مكان قريب أو في المحيط اللي انا عايش فيه بوزعها بعد على الناس اللي انا هوزع عليهم لانما لو انا هسافر بها لازم يكون النقل مجمد أو مبرد علشان أقل من حدوث التغيرات أو عوامل الفساد اللي بتأثرلي على خاصة الجودة أو القيمة الغزائية لا يفضل ان انا انقلها وهي درجة حرارة مرتفعة أو انقلها مسافات وهي غير مبردة أو مجمدة دي الجزء اللي احنا هنوزعه انما الجزء اللي احنا هنخزنه في بعض الحاجات اللي انا بعملها علشان أضمن ان انا هحافظ عليها أطول فترة ممكنة بخاص جودة جيدة من خاص الجودة اللون والطعم والريحة اللي احنا متعودين عليها أو القيمة الغزائية بتاعت فبعد الساعتين دول لا يفضل ان انا اسيب اللحمة أكتر من ساعتين على درجة حرارة الغرفة فالمفترض ان انا نقلها في جو مبرد واسيبها قبل التخزين المجمد حوالي من ثلاث لأربعة لخمس ساعات والفترة دي بنسميها فترة تتبس رومي تايف تلاجعني مثلا ولا في لا في التبريد في التبريد اللي هي درجة حرارة ما ازيتش عن خمسة درجة مقوية ودي فترة مهمة جدا للحمة خمسة درجة مقوية ما ازيتش عن خمسة درجة مقوية لان الدرجة دي بتقلل من نمو الكانات الحياة الدقيقة أو المقربات مسبب للفساد وبتساعد على حدوث حاجة مهمة جدا هي فترة تتبس رومي وديه اللي بتديني طعم الريحة المقبولة للحمة المميزة لان الفترة دي اللحمة بتنتج حاجة اسمها حمض اللاكتيك وده مهم جدا للحوم ان هو بيعمل عملية تطريق ده مادة حفظة طبيعية لنمو الكانات الحياة الدقيقة بتديني مركبات الطعم والريحة المميزة للحم بسيبها أربعة لخمس ساعات بعد كده ببدأ عملية تغليف بغلفها في أكياس من البولي إسيلين الخاص بتغزين الأغذية بس براعي ان انا افرغ الكيس تماما من الهواء عشان ميعمليش بعد كده حروق التجميد ويؤثرلي على لون بتاع اللحمة بقسمه بعد كده اللحمة دي لو انا ها أحفظه يعني هو أثر على لون بس؟ بفرغ الكيس ده من الهواء عشان ده بيؤثرلي على بيعمل عملية أكسادة الدهون بيؤثرلي على الطعم واللون بتاع اللحمة فلازم يكون الكيس ده مفرغ تماما من الهواء وابدأ يقفله كويس وبقسم اللحمة بعد كده لو انا هحفظها بالتبيد أو التجميد طبعا لو انا هحفظها بالتجميد برسها في المجمد في صفوف بس بيبقى فيها فراغات عشان اضمن ان دورة الهواء في التجميد يوصل درجة حرارة التجميد لكل أجزاء اللحمة المخزنة بعمل عملية تدوير كل فترة في المجمد لللحمة دي بحيث ان كل أجزاء اللحمة يوصلها درجة حرارة التجميد ده الأجزاء اللي هي عالية في الدهن بحطها فوق عشان تستهلك أول بأول عشان الأجزاء الغنية بالدهن دي بتفسد قبل الأجزاء اللي هي قليلة الدسم في حاجة مهمة برضو أحب أقولها ان احنا في الكيس ده قبل ما نقفله يفضل يعني ان انا بحط ورقة أو ليبل عليه التاريخ الصلاحية اللي أنا مخزن فيه ولو بخزن أكتر من نوع لحمة برضو بكتب عليه نوع اللحمة تاريخ الصلاحية بمعنى اي دقيقة؟ تاريخ الصلاحية بمعنى اي باليوم؟ لان كل نوع اللحمة له فتر التخزين برضو الناس يعرف ان كل نوع طب انا هعرفها منين؟ دلوقتي لو انا مثلا دابح لحمة ضغانية لها فتر التخزين في التجميد ما يزيدش عن ست شهور على درجة حرارة تجميد سلب 18 مئوي لو انا لحمة بقري او كندوز مزيدش عن عشر شهور في التجميد عشان لحمة الخروف فيها نسبة دهنة عالية؟ اوه دهنة عالية فبتفزن بسرعة ففترة تخزينها بتبقى لو انا مخزن لحمة مفرومة بتبقى فترة التخزين بتاعتها مزيدش ثلاث شهور او اربع شهور كتير قوي في التجميد ففضل ان انا بكتبقى عليها تاريخ التخزين نوع اللحمة لو بخزن اكتر من نوع اللحمة عندي فبكتب نوع اللحمة علشان الانواع اللي انا قلت عليها اللي هي عالية في الدهن بستهلكها في الاول بعد كده بعمل عملية تدوير كل فترة في المجمد بحيث ان ايه كل اجزاء اللحمة يوصلها درجة حرارة تجميد اسرع ما يمكن لو انا بخزن في التبريد طبعا برضو بتختلف مدة التخزين في التبريد اللي هي اللحمة المفرومة ما يبزلش عن يوم او يومين في التبريد التبريد اللي هي التلاجة العادية التلاجة العادية اللي هي ما يبزلش عن درجة خمسة مقوي ويفضل ان هي من واحد لاتنين درجة مقوي ودي انسى بدرجة للتخزين اللي هي بيبقى نشاط الميكروبات اللي بيمكن والانزيمات والعوامل الطبيعية التحلل الطبيعية بتبقى قليلة بحافظ على القيمة الغذائية ويخواص الجودة الحسية بتاع اللحمة طبعا لو بخزن لحوم كاملة لحوم يعني مجزئة المفرود ما تزيش عن تلت اربع تيام في التخزين في التبريد اشتركوا في القناة